ثورة تشرين ما زالت مستمرة في كل المحافظات العراقية بثبات وإصرار وتحدي أكبر وأكثر وأعلى من الأيام الأولى التي بدأت بها هذه الثورة الأسبوع الحالي والذي سبقه شهدت الساحات العراقية مواجهات مريرة بين القوات الأمنية وجهات مسلحة غير حكومية واجهها الأبطال بكل بسالة وصلابة وثبات وأصبح التحدي هو العنوان الراسخ في هذه الاحتجاجات وفي هذه الثورة التي أعطت دلالات كبيرة لأنها تحمل أهدافا حقيقية وفيها رجال حقيقيون يقاتلون ويقدمون أنفسهم وهم لا يملكون أي سلاح ويوهاجهون الموت ليكتبوا ملحمة عراقية كبيرة في تاريخ وسفر سيبقى تتذكره كل الأجيال ولكن عودة المواجهات المسلحة وعودة الجهات الأمنية ومن يلتحق بها في استخدام السلاح ضد عزل وأبرياء يطرح تساؤلات كثيرة وهي مريرة في ذات الوقت هل استنفذت القوات الأمنية والقوى السياسية ومن يعمل معها الوسائل السلمية في مواجهة المتظاهرين والثوار وهي في ذات الوقت تطالبهم أن يكونوا سلميين وهي تستخدم السلاح ماذا بعد استخدام السلاح والاعتقالات والاختيالات التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة هل نحن على أعتاب مرحلة جديدة باتجاهين الاتجاه الأول هو في ساحات الثوار الأبطال والاتجاه الثاني هو ما تمتلكه القوات الأمنية من أساليب قد لا تخطر على بالنا في الأيام المقبلة